بسم الله الرحمن الرحيم. ايو يا شباب. انا ان شاء الله هبدأ معاكم شرح مقرر كيميا العامة او كيميا مية وعشرة. واشرحه بالعربي عشان طلاب القبول مباشر. اول حاجة عندنا في شابتر واحد عندنا نظام الوحدات العالمي. تمام? او الاقتصاد بتاعه. عندنا بالنسبة الطول. الواحدة بتاعته المتر. والرمز بتاعها ام. الماس. القتلة. الواحدة بتاعتها الكيلو جرام. والرمز بتاعها كي جي. الزمن. اللي هو الطايم. الواحدة بتاعته الساكند. والرمز بتاعه اس. الطيار القهربي. الوحدة بتاعته الامبير ورمز بتاعه ايه التمبريتشر لدراجة الحرارة والوحدة بتاعتها الكيلفن والرمز بتاعتها كي اممونت اوف سابستانت كمية المادة الوحدة بتاعتها المول والاختصار بتاعتها ام او ال المننس انتنستي الى شدة الاضاءة ودي ات الوحدة بتاعتها الكاندل والاختصار بتاعتها السيدي عندنا نفس الجدول بس بالعربي اللي مش حافظ الانجليزي اه موجود عنده بالعربي موجود هنا او اه بعد كده بقى عندنا ايه الاختصارات لما اجا اقول لك تيرا. تيرا اختصال لايه? للتريليون. التيرا بتساوي تريليون اللي هو واحد وقدامه اتناشر صفر. اللي هي بتساوي عشرة قس ستناشر. يعني لما اجا اقول واحد تيرا متر ده معناه عشرة قس ستناشر متر. او واحد في عشرة قس ستناشر متر. طيب. بالنسبة للجيجا. الجيجا ديت اللي هي تريليون. التريليون اه المليار. المليار اللي هو واحد واحد وقدامه تسعة صفار. اللي هو يعني عشرة قس ستناشر. طب لما اجا اقول لك واحد جيجا متر. اللي هو واحد فعشرة قس ستناشر من المتر. عندنا الميجا. الميجا اللي هو اختصار بتاع ام. اللي هو كام مليون. اللي هو عشرة قس ستة. عشرة قس ستة. لما اقول واحد ميجا ده معناه ان عندي واحد فى عشرة اكثر متر او عطلةosing اقولها عشرة اكثر مم بعد كده عندنا الكيلو القدر المعروف ان هو الف. وهو عشرة قسرثة لديه الكيلو القدرة في واحد كيلو متر معناه عشرة просто� fabric طيب. طيب بعد كده لديك ده كل كميات اللي هي الاعلى من المتر طيب الليمillance اصغر من المتر. اول شيئا عندنا haric.� كدهftig ديسي الواحد ديسي يتسوي واحد على العشرة الهو العشرة يبقى واحد على عشرة او عشرة قس نائس واحد العشرة الواحد ناقص واحد او ما ايه لما ايا اقول لك انا عندي واحد على ال الف الاول واعجيب الالف عشان ايه دي اسهل من العشرة ده بتسوي ايه ده بتسوي واحد طبع Focus تلاتة يعني بتسوي واحد على عشرة customized cinematic وتلاقص عجمى الصمام من تحت الكسر لفوق هتساوي اطلح فوق بعكس الاشارة يعني كانت تحت مجب ثلاثة تطلع فوق بسالب ثلاثة فوق نفس اللي قلت واحد على الف يبقى واحد على عشرة واحد على مية واحد على مية تبقى ك Brooks مية بكام عشر قسموجب اثنين تطلع فوق لو هي تحت عشر مية تحت هتبقى كام عشرة قسموجب اثنين تطلع فوق بسالب اثنين Veteran الصمت بعد كده. ونفس الموضوع للديسي. يبقى واحد على عشرة تطلع بعشرة قص ناقص واحد. طب الصمت متر الصمت متر واحد على مية. يعني المتر فيه متة صمت. يبقى واحد على مية. المية عشرة قص اثنين تحت. تطلع فوق بعشرة قص سالب اثنين ايه. الملي ده كام واحد على الف. واشنه شرحنا الواحد على الف اللي هي كام عشرة قص سلب ثلاثة. تمام? عشرة قص سلب ثلاثة. المايكرو واحد على مليون. اللي هي واحد على عشرة قص موجب ستة. موجب ستة تحت. تطلع فوق بسلب ستة. نفس الموضوع النانو. واحد على تريليون. اللي هو واحد على عشرة قص تسعة. تطلع فوق بعشرة قص ناقص تسعة. اخر حاجة اللي هي واحد على واحد قدامه اثناشر صفر. اللي هي عشرة قص ناقص اثناشر. طب نيجي بقى للتحويل. انا عندي قانون للتحويل بالنسبة للأسس. ايه قانون بالتحويل? بحط العشرة بتاعت اهيت. واشوف القيمة اللي انا عايز احاول منها احطها الاول فوق. بحط البريفيكس بتاعها. اللي عندي دهيت. عشرة قص كام? بعد كده القيمة اللي هحول ناقص القيمة اللي هحول ليه. يبقى اللي هحول منها ناقص اللي هحول ليه. اه بالعرب ايه. القص الذي يمثل الوحدة اللي ترغب التحويل منها ناقص القص الذي يمثل الوحدة اللي ترغب اليه. طيب. لو انا مش عند قص بحول ازاي? احنا اخدنا في الابتدائي وفي الاعدادي جملة. وحفظونا غير دلوقتي. ان من الكبير الكبير ده بالصغير والصغير يقسم الكبير يعني ايه يعني انا بقى عشان احول من الكبير للصغير باضرب وعشان احول من الصغير للكبير بقسم يعني ايه برضو يعني لو محول من الكيلو جرام للجرام من الكبير للصغير يبقى اضرب لو هحول من الصمت للمتر من الصغير من الصغير للكبير يبقى اقسم تمام طب طعا انا بقى ده ده بالنسبة لو القيم عادية ما فيش فيها اسس. اما لو بالنسبة للاسس فانا بحاول بقانون اللي قدامي دول. طب تعانك تبقى في القانون. قال لك التحول ابن وحدات اكبر من الواحدة الاساسية. هو قصده على مين? اعلى من المتر. طب هيحول المين من الطيرة للكيلو. الطيرة كام الطيرة عاشر قس موجة باثناشر? هيحول للكيلو. الكيلو عاشر قس موجة بثلاتة. يبقى نعود في القانون. هنحط القانون الى عشر اهيه? كان دي اتناشر? يبقى اتناشر؟ ناقص الناس دي بتاعت القانون ناقص ثلاثة بتساوي كام بتسعة هيبقى عندي عشرة اسموجة بتسعة اي عشرة اسموجة بتسعة طبعا الاكس دي مقصود بها ان لو في عندي رقم اتنين او تلاتة او اربعة عدد عدد صحيح بحطها يتحط زي ما يطلع معاه زي ما هو طب التحول بعد كان من وحدات اصغر من الواحدة الاساسية يعني الديسي من الديسي كام الديسة عشق اسم ناقص واحد هنحول للنانو عشق اسم ناقص تسعة هنحط العشرة بتاعتنا ايه هنحول من كام من سالب واحد الى سالب واحد حاطنا ناقص دي الناقص بتاع القانون بعد كده ناقص تسعة نحطه بن كوسين عشان ناخد بالانا في الناقص قبله ناقص بتاعت القانون ناقص في ناقص بكام بزائد يبقى موجب تسعة وسالب واحد يبقى كام موجبгляд ناقصة بتاعته موجب تماني موجب تماني اهي موجب تماني وطبعا اولا على ناعكس هي ہے ده هذا الصحيح. لو واحدة بتمره من الاتنين من فوق لتحت يعني. يعني احاول مثلا من الميجا عشق قس ستة للنانو عشق قس ناقص تسعة. بنفس الطريق. اذا العشرة بتاعت اهيت. احط الموجب ستة ايه? الناقص بتاعت القانون. بعد كده دي سالب تسعة احطها في قصين. عشان يبقى مفرق بينها وبين السالب بتاعت الطرح بتاعت القانون. سالب في سالب بموجب. يبقى موجب تسعة. وموجب ستة يبقى الاجمال بتاعي موجب خمستاشر. تمام? دي كده التحويل بين الوحدات. بعد كده التعامل بين العلامات. واحنا قلناها من شوية بسرعة. ايه? لو انا عندي تلاتين الف. بتمثل كام. بجزل التلاتة زي ما هي الصحيح. وبعد عدد الاصفار. اده واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى اده واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى عشر قص موجب اربعة. هو طبعا عدد لك هنا ايه? اسهم لانت عدد الاصفار بترأسها لي على طول. كم صفر عندي? وحط العدد الصفار بعشر قص موجب الاصفار دي. طب لو عدد عشرية. بنزل التلاتة ايه? بس بعد اللي بعد العلامة على تشوف العلامة ايه? بعد اللي علي من العلامة كله. كم عدد عندي بعد العلامة? اده واحد اتنين تلاتة اربعة. اه! عددنا التلاتة ما فيهم لانه التلاتة بعد العلامة. يعني عدد تلاتة كمانان انها بعد العلامة. يبقى ع recep وبعن نها علامة عشرية. هيبقى بالسنب كام مسالبة اربعة. تحطي بالسالبة اربعة. طب انا برضه. انام مش متأكد مني نعملها ازاي? اعملها اشكل كسر عشري. دي كام عشر تلاتة من عشر تلاف. يعني تلاتة على عشر تلاف. واحنين تلاتة اربعة. طب ما هي هيها الدية احنا مش게 من شوية ان نحط ثلاثة على عشرة قس موجة باربعة ده اربعة صفاء طيب اطلحها من تحت الفوق يبقى التالزم هي هي الفوق وطلع ديت عشرة قس موجة باربعة اطلحها فوق بكم بعكس الاشارة تطلع بسالب اربعة نفس الناتج اللي عنده اهوة هو هو اهو تمام كده الاختصارات بتاعة المسميات عندي اللينس ده طول الاقتصار بتاعه ال الماس يبقى ام الويت دابيو الفوليوم فيه دينيستي الكسافة دي التمبرات شرطي الطايم بتحط سكند بس اطلحها في الاولانين دول سكند تمام بعد كده عندنا المجرمنت القتلة الماس الماس ايه الماس الماس هي قياس لكمية المادة والوحدة بتاعتها هي الكيلو جرام القتلة هي قياس لكمية المادة وهي الوحدة بتاعتها الكيلو جرام والكيلو جرام واحد كيلو جرام بتسوي الف جرام اللي هي عشر او ستلاتة جرام بعد كده نيجي للحجم الحجم 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 عبارة عن ايه الحجم حجم عبارة عن طول فعرض في ارتفاع الطول بنقسه بالمتر العرض برضو بالمتر الا ارتفاع بالمتر يبقى متر في متر في متر يبقى متر تكعيب يبقى الحجم عندي بالمتر التكعيب طب انا عندي واحد سنت متر مكعب بيستوا Uhr عايزة احاول سنت متر مكعب لمتر مكعب احاوله ازاي اخد السنت اهود الواحد من غير التكعيب واخد السنت عبارة عن ايه واحد فعشرfreست اثنين سالب اثنين متر اهود والتكعيب وزعت وبر�ه بعد كده اوزع التكعيب هنا وعلى مين وعلى ده. على عشق قص سالب اثنين تلاتة في عشق قص سالب اثنين بعشق قص سالب ستة والمتر تكعيب بمتر تكعيب وواحد تكعيب واحد باي حاجة بالنفس القيمة بتاعتها. واحد تكعيب بيساوي واحد في عشق قص سالب ستة متر تكعيب طب انا عندي برضو واحد ديسمتر تكعيب بيساوي ايه بيساوي واحد في عشق قص ناقص ثلاثة متر تكعيب. ما تهمنيش انا او بيهمنيش او ديسيمتر اوي اللي يهمني بقى اللي بعد كده الواحد لتر ده يهمني جدا واحد لتر بيستوي كم الف ملي بس لا واحد لتر برضو بيستوي الف سنتيمتر تكعيب برضو بيستوي واحد ديسيمتر الديسيمتر ما يهمنيش برضو اللي يهمني العلاقة ده هي اللي تهمني اوي جدا اللي بستخدمها انا بعد كده في التحليلية كمية التحليلية وبستخدمها في الحسابات منها بيطلع عندي اني واحد ملي بيساوي واحد سنتي تكعيب. الواحد ملي بيساوي واحد سنتي تكعيب. بتهمني العلاقة دي جدا جدا في الحسابات وفي الكيمية التحليلية بعد كده ان الواحد لتر بيساوي الف ملي بتساوي الف سنتي متر تكعيب. او واحد ملي بتساوي واحد سنتي تكعيب. الكسافة. الكسافة عندنا هي القتلة على الحجم. وهي الوحدة بتاعتها الكيلو جرام لكل متر. كيلو جرام لكل متر تكعيب. اللي هي برضو بتساوي واحد جرام عندي واحد جرام على الصنتي تكعيب او واحد جرام على الملي. احنا قلنا من شوية ان الصنتي تكعيب بيساوي ملي. تمام? وبرضو هي هيها الف كيلو جرام لكل متر تكعيب. القانون بتاع الكسافة. الكسافة بتساوي الماس على الفوليو. يبقى عندي الدي اللي هي اختصار الكسافة بتساوي الام اللي هي اختصار الماس على الفي. ممكن فيه مسلس. وده المسلس ده احفظ منه القانون بتاع الماس والكسافة هيبقى عندي هنا الام ده الماس وهنا الدي ده الكسافة وده الحاج. لما كنا عايز اجيب الام الكتلة الام هتساوي حصل ضربة الاتنين لتحت الدي في الفي. طب لو عايز اجيب الفي هيبقى الام عالدي اللي فوق عاللي تحت. يبقى الدي لو عايز اجيب الدي هتساوي الام عالفي ولو عايز اجيب الفي هتساوي الام عالدي. يبقى من المسلس اللي فوق ده هوت حصل ضربة الاتنين اللي تحت. اما اي واحد من اللي تحت فهو حصل اسمت اللي فوق عاللي تحت. تمام كده يا شباب? عندنا مثال بيقولك قطعة من معدن البلتية. الكسافة بتاعتها مدهالي مديني مين? الكسافة اللي هي الدي. ومديني الفوليوم والفوليوم بتاعها اهوت. هو عايز مين? القتلة. من المسلس الام هتساوي حصل ضربة الاتنين اللي تحت الدي في الفي وتعود مباشر. اضربة الاتنين في بعض طبعا عند القيمة بالجرام. طبعا القتلة اطلع بالجرام. مثال تاني بيقولك قطعة مدهل. وزنها مديني القتلة بتاعتها. ومديني الفوليوم. يبقى مديني القتلة والفوليوم. هو عايز مين? هو عايز الكسافة بس. يبقى الكسافة دي هتساوي. حاصل اسمة الكتلة على الحجم. القتلة كان تلتمية واحد جرام على الحجم خمستاشة وستة امان عشرة صنط تكعيب. او ممكن يجي دهلك بالملي دي او ديت. اسمه على بعض وتعود مباشر تسعة تشعة وتتامان عشرة. مسال تاني برضو ده حاصل عايز هو الكتلة يبقى حاصل ضربة دي في الفي. وبرضو تعود مباشر. والمفروض الكتلة بيطلع معانا اللي واحدة بتاعتها بالجرام او كيلو جرام هو منين يكونوا بالجرامات او ملي. يطلع عند بالجرام عادي. نيجي الاخر حاجة عندنا. وانا حاصل على هنا حفظ. اللي هو درجة الحرارة. انا عندي درجة الحرارة عند درجة مقوية دي السليزيوس وعند الفيرانهايد وعند الكلفين. دول التلاتة. طب اللي احنا عارفينه دايما السليزيوس الدرجة المقوية. اما الفيرانهايد والكلفين دوله مختلفين عندنا. طب بنحسيبهم ازاي? بالنسبة للكلفين الموضوع السهلي بالنسبة للكلفين. ليه? قالك ان درجة حاجة المقوية بتتغير من الصفر يغاية 100. يعني عندي كم وحدة? عشر درجات او عشر وحدات. ده الاسكيل بتاع مين? بتاع الدرجة المائوية. اما الكلفن بيبدأ من كم? من 273 يغاية 373. يعني كم برضو الاسكيل بتاعه? يعني 100. يبقى التغير برضو 100 وحدة. يعني الوحدة هنا بتسوي الوحدة هنا. مع الاختلاف ان الصفر في الدرجة المائوية بيسوي 273. طالما الموضوع 100 و100 فالموضوع سهل جدا. يبقى عشر اجيب الكلفن هعمله هجمع الصفر في درجة الدرجة المائوية على 273. لان الدرجة الصفر بتاعي بتاع المائوي بيسوي 273. يبقى الكلفن هيساوي الدرجة المائوية زائد 273. يعني لو انا درجة حاطة الغرفة 20 درجة مائوية لما اقتلها بالكلفن اجمع العشرين عام 273. يبقى 293. طب لو العكس لو انا قطيك درجة الحرارة بالكلفن 285 يبقى كم درجة مقوية برضو هشل الصفر بتاع الكلفن بتاعنا هو 273 يبقى 285 نقص 273 يرى درجة حرارة كانت بالسلزقة كانت 12 يبقى درجة حرارة المقوية كانت 12 عشان حول من الكلفن للمقوي بطرح درجة الكلفن عشان منها 273 عشان لو انا عندي درجة المقوية وعايز حولها الكلفن بجمعها 273 فالكلفن من درجة المقوية المعلاقة بينهم سهلة اما الفيرانهايت دي اللي مختلفة شوية ليه؟ الدرجة المحاربة المقوية تبدأ من صفر يغاية 100 يعني كم واحدة 100 واحدة اما الفيرانهايت بتبدأ من 32 ده الصفر بتاعها يغاية 212 الوحداتها عندي 180 180 دي 108 دي 100 فالواحد فيرانهايت بتساوي 5 على 9 من الدرجة المقوية والعكس واحد درجة المقوية بتساوي 9 على 5 9 على 5 من درجة الفيرانهايت وعشان نطلع القيم بنحفظ القانون دوت والقانون ده ده بقى ايه؟ مش هنجمع لا لازم تتحفظ القانون على وضع دوت الفيرانهايت عشان نجيبها بتساوي 9 على 5 في الدرجة المقوية زائد 32 دي الدرجة بتاعتنا اللي هي الصفر اما الدرجة المقوية عشان اجيبها من الفيرانهايت بتساوي 5 على 9 في الفيرانهايت نقص 32 الاول وبعكس درجة في 5 على 9 تمام كده يا شباب؟ نفس الكلام اللي قلتها هوت ان الدرجة المقوية الاسكيل بتاعها بتغيب من 0% وعندي الدرجة المقوية النزق الدرجة المقوية بتتغيب 100 درجة او 100 كسم اما الفيرانهايت بتتغيب 32 22 و12 وهي عندي كام درجة 180 درجة عشان كده واحد فيرانهايت بتساوي 5 على 9 جاءت منين ان احنا اسابنا المية على المية والثمانية 3 5 على 9 اما الدرجة الكلفين فالاسكيل بتاعتنا من 277 ل370 يعني الدرجة الكلفين بتساوي واحد درجة مقوية ودي امثلة محلولة تقدر تحلها انت برحتك موجود الحال بتاعتنا هوت على مين عد بزء شابطة الاولين كله تمام والملف ده اسفه لكم ان شاء الله في الواصل باذن الله ماشا شباب ونشوفكم ان شاء الله في الشابطة التانية باذن الله